السلام عليكم أعزائي سلاميات سنة أولى متوسط أهلاً وسهلاً بكم معي في هذا الفيديو المخصصة لمراجعة وتلخيص كل الدروس الخاصة بالمحور الثالث يعني لتوازيام بروجي أول شي كما تعودتوا معايا رايحين نلخصوا عنوين الدروس يعني باش ما تجيناش دروس يعني بزاف وما تكونش الدروس متداخلة يعني حصل علينا المراجعة بالنسبة للتلاميذ اللي ما فيني تتبعوا معايا رهم يعرفوا طريقة ساعي أما بالنسبة للتلاميذ الجدد نقولكم أهلاً وسهلاً بكم معي في القناة شرفتوني ونورتوني هاد الطريقة هي طريقة التلخيص طريقة مفيدة جداً يعني أنصحكم بها بشدة رايحة تعاونكم بزاف بزاف صراحة أنا شخصياً لما كنت تلميذة يعني عاونتني بزاف طوال المشوار الدراسي هاد الطريقة علمها لي بابر بيحفظه لي هاد الطريقة كيفاش راح نديروها ديروا كل راس خارجي وكل ما تقرأوا درس يعني سواء في اللغة الفرنسية أو في المواد الأخرى كل ما تقرأوا درس تكتبوا عنوان الدرس وتكتبوا الملخصات المهمة يعني القواعد والأفكار المهمة في ذلك الدرس يعني وكيوصلكم الفرد أو الاختبار هاي حين تلقوا هديك الملخصات يعني واجدة ما شرح يكون عندكم خلاص هاداك الارتباك تع المراجعة والخوف من الاختبارات نتمنى تقرأوا بهذا النصيحة لأنو كانت تراميد من قبل خداوا بهذا النصيحة يعني وخرجت عليهم مزدف وخلاولي في التعليقات يعني اجابوا نتائج جيدة جدا ووالا ما نطولش عليكم يعني سامحوني برق يعني الكلام هذا فقط من أجل الفائدة تعكم ووالا الدرس اللي شفناه في الترازيام بروجة هي هيا هيا فان grammatico, le futur simple, le subjonctif, la tournure impersonnelle avec falloir, شفنا كدلك la famille de mots, كدلك شفنا les adverbes, on ment, la phrase impérative, l'impératif présent pour exprimer une consigne, كدلك شفنا l'interdiction et la consigne, voilà, هذه هي مجموعة الدروس الموجودة في التroizei proje, فقط انا هنا يعني احكي لصوم, يعني رح نبدو اولا بهذا الدرس, هذا هو الدرس الاول ومعنجي طالعين, voilà, تبعوا معايا جيدا, اول درس شفنا هو la consigne et l'interdiction, يعني التوجيهات والممنوعات, تبعوا ما يعني درس الله هي سهلة, pour exprimer un conseil, une consigne ou une interdiction, ne pas, ne plus, ne jamais, on utilise le mode impératif, وشو معنى تالعنا? يعني حتى نعبرو على النصيحة او حتى احنا نستعملو احنا اللي هي نبا, نبلو, نجامي, احنا في هادو كامل لازم عنينا نستعملو سيغة الامر, voilà, يعني باش نعبرو على نصيحة والاتوجيهات والاممنوعات, لازم عنينا نستعملو سيغة الامر. عندنا احنا an exemple. لازم تأمين avant شاك ربا c'est une consigne يعني اغسل يدايك قبل كل وجبا هذا توجيه يعني, voilà دخلا في توجيهات نجد включدشة ضل ما كامل لا ترمي ابدا الفضالات في البحر هذا صحيحة الامر احنا نستعملو نبلا يعني مناعم باطن هنا استعملنا المودة إمبيراتيف هذا فقط في الأول وبعدها سنشرحه وشي هو المودة إمبيراتيف ننتقل هنا إلى شرح كيفية تصريف الأفعال في زمن الإمبيراتيف الإمبيراتيف هو فعل الأمر يعني بس كل فكرة واضحة الإمبيراتيف سيكونجل مع تُّ، نُو، وفو وش معنا هنا؟ عندنا الإمبيراتيف هي سيغة الأمر تصرف مع تُّ، نُو، وفو يعني الفعل ما نشح نصرفوه مع الضمائر كامل فقط نصرفوه مع تُّ، نصرفوه مع نُو، نصرفوه مع فو ولكن الضمائر لا يظهر يعني نفهموه فقط من لترمينزان ومن سيارة الكلام تُّ، هادي، ونو، وفو من نكسبوهاش قدام الفعل voilà عندنا لترمينزان دي verب سان لترمينزان تحهم تعل الإمبيراتيف préزن لترمينزان، لترمينزان الآن هناك مثل 3 terminaisons على حضار الهم. another twكنfs في الوناو نشط ال 우리는 هناك مثلا. Prem empowerment هناك مع اي مزان اي مزانه هادت مع تو هادت مع نه سكل зат tenga أيف접 soyons معنا soyez مع vous انتنا quelques verbes انتنا utiliser c'est un verbe du premier groupe obéir c'est un verbe du deuxième groupe faire et prendre ce sont des verbes du troisième groupe متحفو که فا am utiliser utilise E utilisons O N S utilise E Z يعني ها دی معا تُ ها دی معا nous وهادي معا وو كي ماركوم تلاحظو لحنا الدمائر ما عندناش لأنو في لإمبراطف présent لسجو نيبا إكسPRÉME ووالا يعني الدمائر مايبانش نفهمو فقط من خلال هاد لترمينازان يعني كنشوفو لأ نعرفوه باللي نصرف معا تو كنلقاو لأ نصرف معا نو أ ز نصرف معا وو عندنا هاد لترمينازان دوزئم جو عندنا فر ف اس فزان ONS فات پندر پر اس پرن ONS پرن EZ voilà هنا في هاد الزمن وشلزم عليكم تعرفو يعني هاد الابراتيف بخيزان نستعملوه للتعبير عن النصائح والممنوعات والتوجيهات ووالا وهاد الزمن يصرف فقط معا ثلاث ضمائر اللي هي تو نو وو والضمير ما يبانش ووالا ولازم عليكم تعرفو هاد لترميزان ووالا هاد كل ما يخص هاد الدرس نواصل هنا شوفنا كدلك درس لفخاز امپيراتيف كما شوفت هاد الدرس راحي متسلسلة ومرتبطة مع بعض يعني كي نفهمو لماد امپيراتيف راحي نفهمو الدرس المتعلقة به الكمنس بار امپيراتيف 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 يعني لفخاز امپيراتيف دائما ما تبدأ بحرف كبير يعني حرف en majuscul وتنتهي بنقطة هكذا او انها تنتهي بنقطة التعجب او علامة التعجب ان لتوليز pour exprimer une consigne un ordre un conseil ou une interdiction يعني نساملو لفخاز امپيراتيف او الجملة الامريا حتى نو عبر عن توجيهات اوامر اوامر يعني او نسيحة او ممنوعات دان لفخاز امپيراتيف ان mettان لفخاز امپيراتيف او او فتور simple و الانفينتيف يعني في الجملة الامريا نضع الفعل في زمن الامپيراتيف يعني اللي شفناه من قبل او يكون الفعل مصرف في الفتور simple ولا يكون الفعل ما هوش مصرف اصلا يعني رح يكون في الانفينتيف رح نعطيكم امثلة باش تفهموا احسن عندنا هنا les examples فخاز امپيراتيف مثلا يطلب منك انك تستخرج جملة امرية امپيراتيف تروح تشوف النص يعني conjugه امپيراتيف نجت پا هادير همصرف مع تُ ولكن ما نقدروح نحطو تشوف لحنا لأنه الفعل في الامپيراتيف مثال اخر فخاب avant دانتخي يعني اترقو الباب قبل الدخول لحضو هنا الفخاب ما هوش مصرف كي مارك مطلحضو اللحنا الى الانفينتف فخاب دانتخي يعني كي مادكر نحن هنا عندنا المثال الاخير هنا من سياغة الكلام يعني احنا نطلب منهم انهم ينضفوا الغرفتهم من اجل الغد هنا استعملنا الفتور سيمبل والافخاز امپيراتيف هنا في هاد المثال نفهمها من سياغة الكلام يعني يكون الكلام موجه بسياغة الامر وحتى ويكون لفعل المثال في le futur سيكون اعتبرها فخاز امپيراتيف نتمنى تكونوا فهمتوني ننتقل هنا أعزائي التلاميذ إلى درس آخر شوفنا لفعل لفعل المثال نشوفو هنا عندنا ثلاث حالات يعني هي حالات على الادكتف وقاليفيكاتف عندنا برميار ما الادكتف يعني ان جنرال هادي هي القاعدة العامة او مي الادكتف او فمينا او ناجوت ما يعني في الحالة العامة كتكون عندنا صفة صفة تكون مدكرة مثلا نحاولوها للمؤنث ونضيفو لها ما باركزمبل لان لانت لانتمن لاحظو معي اللي احنا لان هي يعني بطئ بطئة ببطئ احنا لان ضفنا لها لأو تاال فمينا ومبعد هادي الادكتف فمينا ضفنا لها ما باركزمبل عندنا جولي 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 ما احنا فقط هادي حالة استثنائية يعني ما نقدرش نحطو لأو لعنا ولكن نحن نحطو لها ما نتمنى تكونوا فهمتوني يعني في الحالة العامة الادكتف ستكون في الحالة تحال عادية نحاولوها فقط للمؤنث ونضيفو لها ما دوزيما عندنا لزادكتف ان ان voilà انت يعني لزادكتف اللي خالصو بالانت هادو كيفيش نحاولوهم بيش نتحسلو على لزادverب لزادverب ستمنى ان امان يعني الادكتف دي سكون تتخلص بالانت هادي نحيو انت ونحطو في بلاس ها امان يعني تبقى نا يلاغ ونضيفو لها امان تولي يلاغ كوران كورامان هنان نحيو انت ونضيفو لها ا دي سام انت هنان فقط لزادم عليكم تنتبهو الادكتف نهاية سحا يعني إذا كنت مكتوبة بالانت كما هنا سنحيوها ونضيفو هادي بكل بساطة عندنا الحالة الثالثة لزادكتف ان انت يعني كين مجموع من لزادكتف يخلصو بالانت لزادverب ستمن ان امان يعني ا دي سام انت par exemple پردن هذا الادكتف رح يتخلص بالانت نحيو انت هادي ونضيفو لها امان هادي وهنا ينقلاوها پردامان ما نقلاوش پردامان ما ينقلاوها پردامان غيسام هنه ينحيو انت ونضيفو في بلستها او دزام انت تولي غيساما ولا نتمنى تكونو فهمتوني ولا هذا فيما يخص درس دي سادverب يعني دي ما تروحو تشوفو الادكتف ولا الادكتف ادا كانت فمنا نضيفو لها ما ادا كانت انتهي بالانت نحيو انت ونحطو في بلستها هادي امان واذا كانت الادكتف تخلص بالانت نحيو انت ونضيفو لها امان ووالا هذا بيقول اختصار نواصل هنا ارزائي تراميد شوفنا درس كذلك لفامي دمو يعني عائلة الكلمات وش معنتها عائلة الكلمات او الكلمات التي تنتمي الى نفس العائلة ستا نسمبل دمو ايان لمام راديكال يعني هو مجموعة الكلمات التي لها نفس الاصل او نفس الجدر يعني هي تشترك في الاصل الزحة وتختلف في بعض الحروف عندنا هنا دمو دمو لنفهم احسن من خلال الامثلة دم دنتر دانتست دانتفرس هنا لاحظوا معي عندنا دم د دنت دمو عندنا احنا كذلك د او انت احنا د او انت هذا هو نسميه الراديكال هذا هو نسميه الراديكال وهنا نضيفه بعض الحروف هذا هو نقصده به لفامي دمو يعني مجموعة كلمات تشترك في نفس الجدر هنا عندنا د 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 كوراج كوراج انكوراج هنا كذلك لاحظوا معي عندنا الراديكال هو كوراج كوراج كما لكم تلاحظوا وعندنا كوراج إذا سميهم لهم دو دمام من فامي عندنا Gonna voyage voyager voyageur voyagista tourism touriste touristique histoire historique historien libre libérer liberté librement عنا كدلك عندنا حنا ممكنร البالغة śama le nom حنا لنتظف voilà كيما لان عنا كدلك يعني فقط أنتم ما لازم عليكم تنتبهوا للأصل اللي يشتركوا فيه الكلمات هذا هو معنى هذا الدرس مثلا يطلب منك في النص أنك تستخرج كلمتين يعني دول عمام فامي أنت تروح تشوف كلمتين يتشابه في حروفين ما هادوك هما لمو دول عمام فامي ولا يعطيك كلمة يعني في السؤال يقول لك أروح أبحث لي عليها في النص على كلمة من لامام فامي صحة تشوف انت يا تشوف مليح مع هادوك الحروف مع الكريمة هاديك وتروح تبحث على وحدة تشترك معها في نفس الحروف وفرعا تمنى يكون شرح واضح ننتقد إلى درس آخر هو هنا هنا بش معنى سعال لفغب فالواغ هذا هو فعل نستعمله في السيغاء الغير شخصية يعني ما يتصرفش مع الضمقر لتخص الأشخاص يعني ضمير تاعو هذا ما يعودش على شخص ما فقط يعني رح نصرفوه مع إيل والإيل هادي ما هيش حترجع على شخص نتمنى تكونوا فهمتوني رحين نشرحو بلز اكزامبل يعني باش تفهموه أحسن يجب حماية البيئة هنا عندنا وراء لفغب هادا فالواغ لازم يكون لفغب آلانفينتف هادا الشيء اللي لازم عليكم تعرفوه أول شيء فالواغ هادا ما يتصرفش مع الضمقر يتصرف فقط مع إيل تاني شيء الفغل اللي كون ورا إيل فو هادا ديما يكون الانفينتف وليكون في سبجنكتف voilà إيل نفو پا قاسبيه لو لا يجبو تبدير الماء لاحظو معي كدل كهنا شفنا على فلا فغم نيغاتف احنا يا لفغب اوسي نحطو في الانفينتف يعني ورا إيل فو والله إيل نفو پا ديما لفغب يكون في الانفينتف عندنا مثال آخر إيل فو كتو فاس تي دوور يجبو عليك انجاز واجباتك احنا يا لما إيل فو هادا سكو نوراها هادا لقد كه هادا سكو نفوه لفغب هذا الانفينتف يعني وراه لكي تي دووراها هادا كن كون مصارف سبجنكتف نزبو جيدا عندنا شليل لازم نفهمو في هذا الدرس إيل فو هادا مرات كون لفغب وراها في الانفينتف ومرات كيت كون وراها لكي تي دووراها لكي تي دووراها هادا كون مصارف هنا عندنا كذلك ملاحظة certains verbes impersonnels évoquent un phénomène naturel يعني بعد الافعال يعني لم تتصرف شماعظما الشخصية يتعبير عن دواهر طبيعية par exemple il pleut il neige il vente يعني هذا الافعال par exemple le verbe pleuvoir من قدروش نقولو جو pleut tu pleut il pleut nous pleuvons non هاد الافعال هي impersonnel خاصة فقط بالدواهر الطبيعية voilà دمنا تكونوا فهمتوني يعني هنا جلازم عليكم تفهمو أنو après il faut والله il ne faut pas le verbe سوائكون نصرف في l'infinitif سوائكون نصرف في سبجنكسي فرزان après la conjonction de سبجنكسي فرزان هاد ك هذا فقط جلازم عليكم تفهمو فيما بعد يعني لحنزي دونشوف في سبجنكسي فرزان كيفاشنسي فرزان يعني بش سكون دروس متسلسي ل سبجنكسي فرزان لحنزي دونشوف سبجنكسي فرزان دونشوف في سبجنكسي فرزان يعني سيباري يسي فرزان مع لحنزي دونشوف في سبجنكسي فرزان يعني هذا لحنزي دونشوف كيفاشن سرفو نديرو لحنزي دونشوف كيفاشنسسي بمعني المخضر لحنزي دونشوف جسي دونشوف سوف وبشاشن نديرو قاميочки هنا فقط عندنا البرب المجموعة الثالثة هما أفعال إرغولية ما عندهمش قاعدة تحكمهم لازم عليكم تعرفوا كل فعل كيفاش يتصرف هنا رح نعطيكم أمثلة عندنا البرب لسي 观 شقري فا Administر كيفاش نترسطوا لعلى لرحدي pet نحي كذلك على لعاتور فلا كудиı الس كيل وكام لأس أو كي نو لسيان كيّ نو لسي前 كيلو كال لس بعد ذهن البلالrie أنتأم لآخ کколь الأثم لخلقي التي هي فعل 我 قال هذا الدرعة هل تكون مرتفع في؟ كما أنت نخفضها؟ كلمكرفي؟ Saturn كما أنت نفهم؟ كلمكرفي؟ كلمكرفي؟ مرتفع للمساب نحن نعرف في؟ رابفع رابفع في الثاني وليس نعرف إله مرتفع يعني complètement هذا في ميخص زمن le subjonctif شفنا كذلك درس لفتور simple زمن المستقبل هنا سأعطيكم قاعدة سهلة يعني فهموها فقط جيدا معايا رح أسهل عليكم تصري في هاد الزمن تبقوا معايا عندي الفتور simple إقال عندنا فيما يخص لفرب في البرمي جروب وليفرب دوزيم جروب رح نعطيكم هاد الطريقة نطبقوها فقط على هاد المجموع سي نطبقوها على في البرمي جروب ودوزيم جروب بارغزم لعندنا لفرب visiter لاحضوا معايا هوا سيطان ذرب الانفينيتيف يعني خلاص بال ار هنا نخلي الفعل كي ما رحو سعى البرمي جروب نخلي كي ما رحو ونضيف ا 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 ركزوا معايا جيدا الفعل خلي كي ما هو ونضيف هاد لترمي هاد عندنا لذرب دوزيم جروب يعني كيف كيف نخلي الفعل كي ما رحو في الانفينيتيف اي ار هاد ات الانفينيتيف ونضيف لها نفس لترمي تولي جو فنير ت فنير الو الان فنير نو فنير فنير الو ال افك اص فنير يعني نخلي كي ما هو ونضيف هاد لترمي فيما يخص افعال مجموعة ثالثة هي افعال متغيرة لازم عليكم تعرفو كل فعل كيفش تصرفو voilà احنا عنده امثلة عنده لverب demander لverب فنير فر افخاندر احنا نبدأو بدماندر كي ما تكرزي لكم في القاعدة نخلي كي ما رحو كي ما رحضو اللحن ونضيف هاد لترمي لبلون الاحمر جو demander تُ دماندرا الو الان دماندرا نو دماندران احنا فنير يعني كيف كيف نخلي كي ما رحو اندفو هاد لترمي نزان جو فنير تُ فنيرا الو 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 فنيرا نو فنيرا نو فنيرا الو 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 فنيرا عندنا لverب فر يعني كيف هاد لverب ترى 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 لهم تبدلو par exemple عندنا جو فر تُ فر الو الو نو فر نو فر الو الو فر عندنا aussi لverب prendre جو پر تُ 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 نو تُ 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 سهل فقط لازم عليكم تحفظو لترميزون وطريقة التصرف هنا كذلك ملاحظة لازم عليكم تعرفو لأسلع اتر وعبار كيف تحفو اتر جو سري تُ سرا الو سرا نو سران vous سري الو ال سران افوار جو تُ تُ او الو ال او نو زران vous زر الو ال زران هاد الازمينة تصريف لازم عليكم تحفظوهم بار كير يعني رح نبقى ويتعاود معاكم كل عام من احسن انكم تحفظوهم من العام بالأول وديروا الفرق بيناتهم يعني هكا مش هنتلقوا الصعوبة في السنوات القادمة بإذن الله انصحكم بطريقة التلخص يعني كل زمن ديروا الوجود والكي ما راكم تشوفون عن المديرة هنا يعني انا صححة اعتمد بزاف هاد الطريقة يعني سواء في الدراسة او في اي مجال يعني طريقة الملخصات والكتابة رح تسهل لكم بزاف الدراسة يعني والمراجعة هذا فيما يخص درس الفتور سامبل يبقى لنا درس اخير اللي هو تابعوا معي جيدا رح نشوف منخص هاد الدرس هو يعني درس سهل فقط لازم عليكم تركزوا معي وش معنى تها كلمة هي الكلمات التي لها نفس النطق يعني كي نسمعوها نسمعو نفس الحروف ونفس الحركات ولكن تركزوا في الكتاب وفي المعنى voilà ce sont دمو qui ont le même son mais pas le même orthographe ni la même définition يعني هي كلمات لها نفس النطق ولكن تركزوا في الكتاب و تركزوا في المعنى عندنا دس اجمبل ا او ا عندنا ا هذه الولا c'est لقصير افوار voilà هذه ا التانية c'est une preposition كي مانقول بالعربية حرف جر voilà هنا ا هذه تقدروا تكتبوها في المعنى باشتعرفوها باللي هي لقصير افوار هادي تقدروا تعودوها بكلمة يعني الى او باتجاه عندنا صن وصن شوفوا الكتاب مختلفة ولكن النطق هو نفسه هنا صن الاول هادي ست ان دي تارمينو بوسيسيف يعني نقدرو نعودوها بكلمة من تان يعني لها كما نقولو احنا بالعربية مثلا صن صن احنا بالعربية 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 الحرف العطف نقدر نعودها بكلمة يعني ثم نقدر نعودها بثم عندنا كذلك هنا سي و سي سي هادي الأولى سي نقدر نعودها بكلمة يعني هادي كتابهم مثلا هادي سي الثانية سي تندي ترمين ديمونستراتيف والا نستطيع نعودها بكلمة أو ست يعني اسم إشارة هادي دمير للملكية وهادي اسم إشارة والا هادي باش نديروا الفرق بين أسهم مثلا نتطلب منك أنك تستخرج دوز أم أفن تنسوا روح تقرأ الكلمات وتشوف على حسب النطق والا ما تشوفش للكتابة تشوفوا لنطق الكلمة إذا جيتوا كلمتين متشابهتين في النطق ومختلفتين في الكتابة والمعنى هاديك هما لزوموفان بهذا نكون أعزائي التلاميذ وصنع لنهاية هادي الملخصات يعني الحمد لله يعني بفضل الله قدرس ندير لكم الملخص تعلق بروجي نميرو 3 فيما يخص الوضعيات الإدماجية راهي موجودة في القناة هنا في هاد المحور على مأدون راهي مدورو حوله لزينيرجي غونوفلابل كذلك تعلق برويسيون دولار هادي هما الوضعيات الإدماجية الخاصة بهذا المحور أتمنى التوفيق للجميع ما تنسوش أحبتي في الفرد أو في الامتحان ركزوا جيدا ولازم تكون عندكم ثقة كبيرة في نفسكم لأن الثقة بالنفس هي أساس النجاح ركزوا جيدا ما تتلموش الأوراق ساعكم قبل ما تراجعوهم وبالتوفيق للجميع أترككم في رعاة الله وحفظه وسلام الله عليكم